لماذا يستهدف الصحفيون والإعلامين بشكل عام مع أول موجة من تغيير السلطة أو حتى على الأقل لانقلاباتنا ما صحتاج طبعا لا وجه لمقارنة بين ما قام بلحوثي وبين أي انقلابات في كل الدنيا ما قام بلحوثي لا نسميه انقلاب يعني هو مسألة محاولة تغيير هوية محاولة اجتفاث مجتمع برمته تفخيخ الحياة بشكل عام الحوثي هو ليس انقلاب هو وضاء يعني هو جائحة يعني كورونا الحوثي أبشع من كورونا كل كوارث الدنيا ممكن الناس تتعاملوا معها وتتجاوزوها ولها علاج إلا هذه المشكلة الحوثي لا يمكن أن نسميه لا يمكن أن نجد له مسمى يليق به هو كارثة بكل ما تعني الكلمة من معنى وبالنسبة للصحفيين هم كانوا في مقدمة فئات المجتمع التي تعرضت لعملية تجريف واستهداف مباشر منذ اللحظة الأولى وطلع عبد الملك الحوثي في أكثر من خطاب يتكلم عن الصحفيين وحرض عليهم وقال أنهم أخطر من العسكري الذي يحمل البندقية في الجبهة يعني ممكن الحوثي يتعامل مع العسكري ويحاول يحسن إليه من أجل يكسبه أو يستميله في لحظة ما إذا وقع بالأسر لكن لا يمكن أن يتعامل مع الصحفي والإعلامي ورجال الكلمة والمنابر بأي نوع من اللطف هو يعتبرهم خاص يجب تصفيته وبالتالي أكثر قطاع وأنت طبعاً ابن هذه المهنة تعرض لعملية التجريف والاستهداف هو قطاع الإعلام والصحافة بشكل عام أول ما دخل الحوثي صنعاماً استهدف استهدف الفضاء اليمنية واستهدف كل القنوات اليمنية يعني بدأ باستهداف الإعلام لأنه يدرك أن تكميم الأفواه والقضاء على الشهود إذا جاز التعبير أن نسمي الإعلامين بالشهود لأنه يريد أن يمارس جريمته في الظلام يريد أن يمارس الجريمة تحت الطاولة وبالتالي إذا ظل الإعلام موجود وحاضر سيسلط الضوء على هذه الجريمة ويفضحه في هذه الانتهاكات